في العهد الجديد لما انت بتسمع عن المرأة في العهد الجديد مين بيدور في ذهنك انا اول مرأة مريم العذراء ام يسوع يعني كانت صبية صغيرة بهيدا المجتمع واجهها هيدا الحلم انه ستلد ابنا وهي عذراء وهي منا مزوجة يعني كحضارة وككولتشر بالشرق اشي كتير صعيب وخطر وخطر عليها وخطر على سمعتها ما بنعرف شو كانوا عملوا فيها اهلا بس هي اطاعت هي اطاعت وبسبب تعطى عندنا يسوع فايد البشرية بيجي عبالي مريم بيجي عبالي مريم ومرتا اختين اخواتوا للي عازر مرتا كانت فرجتنا فن الديافة وحبها للعالم وتستضيف العالم مريم كانت عند اجران يسوع كان بدا يسوع وقال له الرب الاخير قال له الحاجة الى واحد في كتير بالكتاب اللي بالعهد الجديد كمان بيجي على راسي ساعدني السيسة المرأة السامرية مرأة السامرية مريم المجدلية في كتار المرأة اللي ألقت الفلسين يعني يسوع مدح المرأة اللي أعطت من كل إعوازها رفض يعني فكرة انه الناس عم تعطي من الفضل من الفايض اللي عندها صحيح المرأة اللي أعطت من الجموة أيوة قال له الرب من منكم بلا خطيئة فليرهميها أولا بحجر وقام الرب قال له أما دانك أحد يمرأة قال له ولا حدا قال له ولا أنا أدوينكي اذهبي ولا تخطئي أيضا صحيح الرب عمله بمحبة باحترام رفع من شأنه يعني لما الواحد بيقرأ في العهد الجديد بتشوف كميات التعامل الإلهي مع المرأة مثلا يعني المرأة الأرملة أرملة يعني منعين قرية صغيرة مات ابنها وحيدها وكان يسوع ماشي ولما سنعش لك أقول قم الفكرة مش بس أنه أقام الميت هو رد الاعتبار للأم صحيح ما عندهاش زوج اللي يهتم فيها وابنها هو المعيل يعني هو اللي رح يشتغل ويسند أمه صحيح فبتشوف حتى اهتمام يسوع في العائلة مرة ابنة أقامها من الموت ابنة وحيدة وهكذا يعني يسوع حتى المرأة لقيها الرب على البقر كان عندها خمس أزواج والذي في بيتك ليس زوجك كمان كانت امرأة خاطئة الرب حبه وضمه وعرفت الرب عرفت خلاصه قالت له أنت المسيح ولا ننتظر آخر وعطيها البشارة كاملة وغير قلبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة